اشتركوا في القناة 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 هيد عيد الانتصار هيد العيد عنجر هي عيد الانتصار بيعطاش تايلور بيعاملوها كان بجبل موسى عيد الصليب بيعاملو حريسة أربعين أظان حريسة لأنه أربعين يوم حربوا أوكي هلا ينعد عليك خير البركة خيانجع يقلوني شيني فير انو شيني فير شيني فير انو انو هم سهل عليكم أوكي اللي هي كامل يقرمني شنو راه لها فور الا أوكي شيني فير انو أحوان شيني فير انو تعلمت عادر هيد على الطريقة العنجرية خلينا نحكي شوي عن الكورال قبل ما يدهمنا الوقت وبطل معنا وقت الكورال راح بيكون في عنده فرع ثالث بكسروان بكسروان من بعد ترابلوس بيروت كمان كورال فيحة بكسروان والباب مفتوح لكل الناس انه يشتركوا من بعد ما يخضعوا لتاست معي عشر ثواني يعني مجرد ما يكون عنده سمع ما في شروط تاني لازم يكون أعمارهم من خمستاش لأربعين سنة فوق الأربعين شوي ما عنا مشكلة بنقبل بس تحت الخمستاش ما فينا لازم يكون الجسم مكون يعني ناضج ستقدر يغني هذا الشيء أول لقاء بكسروان حيكون عشرة شهر عشرة هلا عشرة شهر بعد أربعة أيام بمدرسة عينتورة للرحبان الكرماليين ما بعرف إذا مضبوط هنة اللي دعمين هالمشروع هنة اللي عطينا والمركز وين هيكون بالمدرسة مركز هيكون بالمدرسة آه بالمدرسة اللقاء هنة شركائنا بكسروان متل ما ببيروت ببيروت كاميرا شركائنا جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية واللي مأمنين لكل شيء حتى نيجي نتمرن عندهم أول لقاء هيكون عشرة شهر هيكون حفلة هيكون تمرين تمرين بس أول تمرين هيكون لأ فقط رح تفتتحوا الفرع بركي هيدا يعتبر افتتاح الفرع وحيكون عيد ميلاد كورال الفيحاق 14 بهالنهار آه ينعد عليكم 2003 بنفس النهار خلق كورال الفيحاق بترابلوس 2016 بنفس النهار خلق كورال الفيحاق ببيروت ساقبت بنفس الوقت آه مش قصدي أفدا مش قصدينا ساقبت نفس النهار تعرف كتير حلو هلا أنت وعن تحكي عن جاد كورال الفيحاق بتحسو بيشبه لبنان يعني ببيروت مدعوم من المقاصد بيك السروان مدعوم من العنتورة من الرهبات وفي عنا أكيد الرعين الأساسيين مثل مركز العزم الثقافي وعنا مركز الصفادي الثقافي عنا مؤسسة حريري عنا كتير دعمين بهالأيام حمد الله ما فيني اذكر كله في مشاكل مدي مشاكل طبيعية منه غير طبيعية حمد الله حمليه كله عالم عنده مشاكل مدي يعني الكورال الفيحاق اسمه رح يبقى هو ذاته أكيد ببيروت بس فرع غير أكتر يمكن بيشبه لبنان خلينا نقول لأنه بكل حفلاتكم أنتوا ما بتستسنوا ولا طايفة خلينا نقول أنه بتغنوا على عيد المسلمين على عيد المسيحيين على عيد الأرمن وأغنيكم وتراتيلكم مختلطة حتى أعضاء الكورال كمان أعضاء الكورال بيروت مثلا من سور من صيدة من زحلة من وين مبادكم موجودين ببيروت من كل الطوائل بيروت شو عددهم عددهم تقريبا أربعين شخص أوكي ويترابلوس نفس الشي أربعين أو خمسين متوقعين هكي كمان الحضور هو ذاته يكون بكسروان أه بالدواءة للصة أه طبعا بالدواءة للصة يعني ساعة ستة بقدروا يكونوا الناس هونيك بمدرسة عينتورة إذا ما قدروا يكونوا عشر شهر بقدروا يكونوا كل تنين وثلاثة من ساعة ستة لتسعة التمارين التمارين واللي بيحب يشارك بيروت بمدرسة المقاصد بالباربير كل يوم أحد ثلاثة وأربعة من ساعة ستة للتسعة وترابلوس كل خميس الجمعة ثبت نفس الوقت قسمين هلأ منش عم نذكر بالمواعيد بعد شوي خلينا بس نسمع الكورال مع أميمة الخليل يلي هي شركتكن بالأعمال خلي عندك خلي تفرية بص بص الشفة والبي خلي 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 تفرية خلي خلي عندك خلي خلي انه رولا الاسيستات المنقذة اللي مقالنا غيرها صلحت لنا وقالت انه سان جوزيف العزارية يعني بعين طورا ايه باعتذر عن الأغلاط نحنا الأرمن مسموح لنا ايه باعري باعري مش نحك من مرهي لكم رهبان بصيروا رهبان رهبان بصيروا رهبان رهبان بصيروا ما فيه مشكات ما عليش عزرونا هلأ وقت بدك هيك عم تبحيال اوكي التمرير رح يكون قلت لنا عشر ثواني هيك على السريع التاست الفحص هيكون عشر ثواني بس مجرد ما نعرف هلأ دغرة انت صرت تقدر دغرة تقفر مش قدر عن طبيع كتير مين ما كان بقدر يعمله هيدا من انه قدرة خاصة مان بده لا بس لأنه يمكن صرت تعرف الصوت دغرة يعني بتميز اذا حدا عن شاد قدر يزاقه معكم اكيد نبر في الصوت لازم يعرف بقدر يغني او ما بقدر يغني وين مفروض يغني سوبرانو ألتو أو تينور أو باس مصلحتي هلأ انتو بصدد الاعلان عن مشروع يمكن شوي بعد مؤخر ليسير بس ضروري نحكي عنه يعلي هو ألبوم اسمه الصوت راح يتم توقيعه هلأ راح ينصد مرحب بعد سنة إلا كم يوم يعني بـ 27 ديسمبر لـ 2017 يعني بعد 12 شهر تقريباً بـ لندن انت ومارسيل يعني انتو كاكورال مارسيل الخليفة وأميمال خليل البوم هي كورال الفحاء وميمال خليل الموسيقى لا مارسيل الخليفة الموسيقى لا مارسيل الخليفة التوزيع لدكتور إدوار توريجيا هيدا شي تاريخي اللي عم بصير أول مرة بنعمل هيك شي مغنية ومرافقة كلها كورال وبطريق أكابيلا شي جديد وإشي شرقية كلية بس لي بلندن ماذا عرف هيك سيئبت هيك كيف سيئبت هيك كيف سيئبت هيك لازم تسيبهم نحن عم نعلون دعونا بلندن دعونا بلندن وحجزوا لصالة انسيت اسم الصالة ما تقول غلط ما تقول غلط بس انه أكيد لازم تعملوا توقيع للالبوم بلبنان حينعمل وينما كان حينعمل هيدا شي كتير مميز عم بصير وخاصة أنا بصراحة مغروم بألحان مارسيل الخليفة وحتى هذه توريجيان مغروم فيها شو هالالحان اللي ملحنة شي بياخد كتير عم تسرنا تقريبا سبعة او ثمانة شهور عم نشتغل عليه بعد بدنا سبعة اثمانة شهور لننخلص هالشي يعني قد صعيب مش قد صعب طريقتنا كمان مختلفة عن الاخرين ومستعمل فيها اشياء كتير بطريقة جديدة مين تلع بالفكرة؟ أميمة 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 دايما بتضع هيك مرفقتك وناشطة أميمة دايما بتضع هيك مرفقتك وناشطة وصار ما في موسيقى ما في قيلات أبدا يعني كل الالبوم معتمد عليكم انتو ككورال أميمة كغناء تشجيل هيكون تشجيل طبيعي ما هيكون مركب اللي بيسمع الالبوم بيعزمنا حنعطيه أحسن بكتير لانو نحنا نكون منكون تقدمنا كل شي حيتسجل الالبوم وكل الأغاني جديدة كلهن جديد ما في شي عم تجعل تعيدي هيكون أقل شي تسعة أغاني اللي اللي هلأ حاضر أربعة منه كنا مشغولين كتير بالأعياد وبالصفرات هالمرة بس مركزين عليه صفرات مركزين خلاص بالأعياد 13 حفلة يعني شفناكم ببيروت ترنم شفناكم كمان بكل المناطق اللبنانية وين ما كان كنا حمد الله وجوايز كانت حرزان السنة بالجوايز هالسنة أخذنا 3 جوايز عالميين اللي واحد منهم كان في دوباي مهرجين كورالي عالمي في بعض المرات عم نعلن شر الأوسط هي كان عالمي كان في ناس من كوريا ومن غير أمريكان واخذنا جيزة الأولى سمونا كوير of the year في جائزة تانية أخذناها باليونان كمان مباراة كورالي عالمي أول جائزة أكيد والجائزة الأهم اللي أخذناها اللي ألال من التليفزيونيات اللي حاكوا اللي من ضمنهم المستقبل ومح أظلم الأخرين في بعض بس ما ضووا كثير عليه جائزة الحقوق الموسيقية هو يعتبر جائزة النوبل الموسيقي اللي بنعطى كل سنتين مرة لحدى اليونيسكو يعني الانترنيشن الميزيك كونسل اللي مؤسسة اليونيسكو هي أعلى مرجع موسيقي بالعالم أنا عم من جبر وينما بقدر أعلن عنا لأنه هيدا لأيه هيدا للبنان يعني نحنا كنا مرشعين من إبل يوروبيان كورال أسوشييشن كنا نتمنى نعم مش من قبل لبنان لا من قبل لبنان لا أول مرة رشحونا قبل سنتين ما قدرنا نقدم المشروع مثل ما لازم يتقدم ما أخذنا تصوروا يوروبيان كورال أسوشييشن تركوا كل أوروبا رجعوا رشحوا كورال الفيحاء وتاني مرة كانوا واعدين المجمع العربي للموسيقى اللي نحنا منحترمونه وعننا علاقات معهم بدروا يرشحونا بس ما شافونا نتمنى يقدروا يشوفوا شو فيه بالبلدان العربية شو ممكن نعمل وفي خمس بلدان أوروبية كرمونا لهالشي بس نحنا هون ما نقول إنه يكرمونا بس يلفتوا نظر على الجوائز اللي عم بتحققه مشان يتشجعوا الآخرين إنه يقامنوا بحالهم إنه نحنا فينا نتفوق على أوروبا لأنه عنا أعظم موسيقى بالحياة موسيقى العربية اللي يعلعلها مئة بالمئة خلينا نقول إنه هيدا الجوائز نضافت لجوائز تاني تقريبا صاروا عشر جوائز عالمية نحنا نشوف حالنا فيكن عن جد ونتمنى لكم توفيق مايسترو رفعين راس لبنان على قليلة من ناحية الموسيقى بنشاف الحال فيكن عن جد أهلا وسهلا فيك نعاد عليك مرة تانية إن شاء الله بتكون سنة خير كمان لالفين وسبعة عشر نحنا راح نختم مع مقطع موسيقى كمان لالكن من بعد برايكم نرشع موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر